صباح الخير أعزائي الطلبة والطالبات وأهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من برنامج فول مارك معاكم مستر مارك رياض مدرس اللغة الإنجليزية يا مستر يا مستر الواد ما بيعرفش يكون جملة بالإنجليش بعد كل الحلقات دي ما بيعرفش يكون جملة لا تعال تعال تعالوا نكون جملة بالإنجليش الموضوع بسيط جداً بس قبل ما أبدأ في البرنامج عايز أقول بس حاجة صغيرة قوي أي حلقة إحنا بنعملها إحنا بنشرح فيها قواعد دي إحنا مش بنتكلم وخلاص إحنا بنشرح قواعد فإذن والله مش عشان حاجة بس لازم تشوفوا الحلقة مرة واثنين وثلاثة ده شرح ويرد أنت كن ما تفهمش المعلومة من أول مرة ممكن من تاني مرة ممكن من تالت مرة المهم إن شاء الله إن شاء الله المعلومة توصل حتى على أقل بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية ده كل اللي همي إن انت ما تتفرجش مرة واحدة اتفرج مرة تانية واتفرج مرة تالتة وحل على دوت لما مثلا لو لقيت أي تدريب على الحلقة دي ممكن فأي كتاب خارجي يعني ممكن تحلها ونشوف الحلقة جابت معاك نتيجة ولا لا بس أقام حاجة مرة واثنين وثلاثة ده أول حاجة تاني حاجة إزاي أعمل جملة ببساطة هروح لحتة العربي شوية إحنا في العربي عندنا في نوعين من الجملة في جملة فعلية وجملة اسمية الموضوع في الإنجلش مختلف إحنا عندنا جملة اسمية بس اللي هي بتبدأ بأي حاجة إلا الفرب لو بدأت بفرب ده قصة تانية خالص بعد مش عايزين نخشره دلوقتي أنا عايز أبدأ بحاجة غير الفعل تبقى جملة لا ما يعادلها يعني اللي هي الجملة الإسمية فالنهاردة هنعرف إزاي هنكون جملة بسيطة للسن الصغير مش عايزين نجعلص الأمور واحدة واحدة معي وإن شاء الله نعرف نكون جملة طب الحلقة دي هتفيدنا في إيه ممكن مثلا في سؤال الريارانج اللي هو الترتيب ممكن في كومبوزيشن اللي هو البراجراف أي أن كان نوع السؤال أكيد أن أنا أعرف أكون جملة ده هيفيدني جدا يلا نبدأ مع بعض يلا نجيب أول صورة مع بعض جميل How to make a sentence إزاي أكون جملة أول حاجة عندي حاجة اسمها السبجيكت السبجيكت اللي هو الفاعل مين اللي عمل الفاعل ده مين هو ده السبجيكت إحنا الوقت يناس عارفة الـ Possessive Pronouns والـ Adjective Pronouns وكل الكلام الجميل دوت فلو مش عارفوا ممكن تبص على الحلقة اللي فاتت وتفرج عليها كويس كده بعدين تجيلي على الحلقة ده هتعرف بقى إيه اللي أنا أصد عليه ده إيه هي الـ Subject Pronouns أو إيه الـ Subjects اللي عندي عمتا أقدر أبدأ بي جملتي أول حاجة الـ Subject Pronouns اللي هو I, you, we, they, he, she, it اللي هو أنا, أنت, هو, هي الناس دي كلها أوكي دول أبدأ بيهم الجملة بتاعتي عادي مثلا زي I play football بدأت بإيه؟ بأي You play football بدأت بyou أنا دائما بحب أختار فيرب play عشان لذيذ وسهل والناس كلها عارفاية يعني مش عايزين نجعلس الأمور قوي طيب ممكن أبدأ جملتي بإيه كمان؟ ممكن أبدأ جملتي بإسم بني آدم أو إسم عمتا زي أحمد زي مارك أي أن كان بقى ممكن برضو ساعتها هو ده الـ Subject طيب ممكن كمان أبدأ بإيه؟ ممكن Possessive Adjectives اللي هي أدوات الملكية اللي هي My كذا زي مثلا My father Your sister His brother Her father Our parents Their مثلا Their cats Their dogs أي أن كان مثلا It's عايدة على حاجة جماد أو حيوان فليها علاقة برضو بيها مثلا It's مثلا Leg hurts يعني رجلين مثلا البت اللي عندي سواء كلب أو قطة أي أن كان بتوجعوا مثلا فدي بداية جملتي يبقى أنا كده ممكن أبدأ بـ Subject Pronouns ممكن أبدأ بالـ Names ممكن أبدأ بـ Possessive Adjectives ممكن كمان أبدأ بحاجة اسمها الجيرند إيه الجيرند ده؟ الـ Verb لما يبقى آخره ING سادة كده من غير أي حاجة تانية ولا جنبيها أوكي ده اسمه الجيرند اللي هو إيه؟ عايز مثلا أقول يلعب هقول play طب اللعب نفسه اسمه playing طيب ينام sleep طب النوم نفسه sleeping أوكي مثلا sleeping late is very bad النوم متأخر حاجة وحشة جدا فأنا هو بدأت بـ A sleeping اللي هي معناها النوم أوكي فده يعتبر برضو Subject ممكن أبدأ بـ A كمان ممكن أبدأ بـ جملتي A أو an أو that اللي هم بيسموهم الـ Articles A و an و that زي the pen a cat an apple ممكن أبدأ بها جملتي وساعتها جماعة خلي بالكم من حاجة إن في الـ Possessive Adjectives اللي هي my كذا و you're كذا والـ Articles اللي هي a و an و that الكلمتين على بعضهم دول الـ Subject محدش يقول لي الـ Subject بتاعي أو الفاعل بتاعي هي كلمة my بس لا my و اللي بعديها your و اللي بعديها a و اللي بعديها an و اللي بعديها أوكي مش الوحدها ولا an لوحدها ولا زال وحدها أوكي هذه الـ Articles ممكن كمان أبدأ جملتي بـ A بـ Nouns عادي كلمات أو أسماء زي فوتبل زي Computers ممكن أبدأ بيهم عادي طيب ممكن أبدأ بـ ايه كمان جملتي ممكن أبدأ بـ Adjectives plus Nouns الـ Adjectives لو مش عارف أرجع للحلقة اللي فاتت الـ Adjectives اللي هي الصفات الصفات وبعديها النouns اللي هي الكلمات برضو ترجع للحلقة اللي فاتت أوكي زي مثلا Big Countries البلاد الكبيرة زي مصر طبعا Beautiful Girls البنات الجميلة أوكي أو بنات جميلة ممكن أبدأ بيها برضو الجملة فده كده الـ Subject كل اللي أنا قلت ده كله اسمه Subject فمسلا لو الميستر جاء لك أو الميستر جاءت قالت لك فين يا حبيبي الـ Subject هتبص على أول الجملة وتشوف بقى حاجة من دول هي دي الـ Subject التاع أوكي طبعا أكيد في حاجات تانية ما تقلتش برضو بس ده المعظم اللي هتتعرض له في سن صغير في التدائي أو سن عدد أوكي طيب نخش على الحالة التانية أو الحاجة التانية اللي بعد الـ Subject على طول اللي هي الـ Verb الـ Verb اللي هي الفعل وما فيش جملة في الدنيا ما فيهاش فعل كل الجملة فيها فعل أنا مرة سألت طالب يا ابني فين الـ Verb قال لي ما فيش وقال ما فيش دي إنه جايبهم الجرائد ما فيش اللي هو هو متأكد ما فيش يا ابني الكلام إنهم يدعونا لإنجليزي جديد ما فيش يا ابني الكلام ده كل الجملة اللي في الدنيا فيها Verbs لازم يكون فيها Verb فأنا قلت أختار مثلاً verb الازيز كده زي play يلعب بكل أشكاله بقى أياً كان شكله إيه في التغييرات اللي هنشوفها دي اسمه verb فالميس تقول لك فين الـ Verb قولها كذا أوكي عندي مثلاً ممكن يبقى was playing were playing ممكن يكون played ممكن يكون has played وhave played ممكن يكون had played إيه بقى الحاجات دي اللي اخترتها دي أو اللي أنا قلتها دي دي الأزمنة يعني شكل verb play اللي هو يلعب بس الأشكال بقى لعب وهيلعب ولسه بيلعب والحاجات دي كلها had played will play is going to play are going to play am going to play أياً كان الشكل في الآخر طالما في play أياً كان شكله هو ده الفيرب بتاع حضرتك أوكي وأي جملة فيها verb أي جملة طيب نخش على اللي بعد كده ال adjectives وال pronouns بصوا بقى العمود التالت ده اختياري يعني اختياري يعني ممكن تلاقيه موجود ممكن ما يكونش موجود أوكي بس لو موجود أي صفات اللي هي ال adjectives أو أي دماير اللي هي ال pronouns هكون هي اللي بعد ال verb على طول أوكي زي مثلاً شوية adjectives كده شوية صفات زي ايه good حلو big كبير bad وحش long طويل بس بالعرض لأن فيه طويل بالطول اللي هي tall أو high لكن اللي بالعرض ده أوكي ده جرى اسمه long أوكي عندي short وصير beautiful جميل طيب قلنا برضو الحلقة اللي فاتت إن الألوان تعتبر صفات أو والله الألوان تعتبر صفات زي red blue orange pink green أي حاجة الأرقام برضو تعتبر صفات وخدناها برضو الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت one two three four five six seven eight معيش أنت مكتب معيش أن أسف one two three four أي أن كان بقى تمام فكل الأرقام تعتبر برضو من ضمن الـ adjectives خدنا برضو شوي دمائر pronouns زي my و you're و his her our there it's لا لسا لنهر حالا في الـ subject لما possessive pronouns أوكي طيب خدنا برضو الـ demonstrative pronouns اللي هما this و that و these و those اللي هما إيه اللي هما أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء أوكي فقلنا العمود التالت ده اختياري يعني إيه يعني ما جاش خلاص أكدنانا مش شايفينه لو جه كصفة هي موجود بعد الـ verb على طول حط بعد الـ verb على طول نيجي بقى للأساسي يكون موجود إن شاء الله في الجملة بتاعتي اللي هي الـ object الـ object اللي هو بيسموك بالعربي اللي هو المفعول به أوكي إحنا عندنا في العربي فاعل وفاعل ومفعول به لا في الإنجليش عندنا الفاعل وبعدين الفاعل وبعدين كال المفعول به الـ subject بعدين الـ verb وبعدين الـ object والله لو فيه adjective أو pronoun هو بيجي قبل الـ object على طول زي ما احنا قولنا قبل كده طيب إيه ممكن يجيلي على هيئة object مفعول به ممكن nouns كلمات فوتبل كمبيوتر موبايل بد سرير تيشرت تيشرت بلايينج اللعب رانينج الجري طب عايزين مسلا ناخد جملة كده ايه خلاص احنا مشاعدين الصورة دي الوقت هنرجع لها تاني طيب مسلا عايزين ناخد جملة صغيرة كده فيها subject وverb وobject مثلا I play football اهي بسيطة اهي I play football أحمد plays football أحمد أو I ده الـ subject play أو plays ده الـ verb الـ object اللي هي فوتبل طب والله عايز احط مثلا مع حتة الـ adjective دي اللي هي الصفات مسلا ممكن اقول لي I wear أنا لابس a beautiful t-shirt أو أنا بلبس تيشرت حلو I wear a beautiful t-shirt I wear a red t-shirt أنا بلبس تيشرت لونه أحمر فأرد طرح ما ده لون فده adjective يبقى عندي subject verb adjective وبعد كده الـ object بتاعي نرجع تاني للصورة بعد الـ object بتاعي عندي حروف الجر بقى الـ prepositions دايماً بتيجي حروف الجر اللي هي الـ prepositions زي إيه in في on على at يعني في أو عند حاجة with يعني مع أو ب about عن behind ورا حاجة under تحت حاجة between بين حاجة by بحاجة أو من خلال حاجة next to جنب from من of لي كل دوت بالمناسبة أي حاجة في اللي بقولها دي هي شرحها طويل جداً بس احنا بناخد الكشور اللي تخلينا نعرف فعلاً نكون جملة بسيطة وسهلة تنفعنا في أي سؤال يعابلنا عفوا في المرحلة الابتدائية وبرضو ممكن في المرحلة الاعدادية اوكي بعد الـ prepositions بقى بيجي بقى الجملة عندك ممكن يجي كلمات ممكن يجي شهور سنة ممكن يجي أيام أسبوع أسماء بلاد مدن أماكن أعيات حط بقى مكان النقط بقى دي أي حاجة ده بقى الجملة ولكن احنا الأساس موجود subject الـ verb الـ adjective بقى الـ pronoun قلنا ده اختياري ممكن يكون موجود ممكن ما يكونش موجود ولكن لو موجود هيجي بعد الـ verb على طول عندي object اللي هو المفاول به عندي preposition اللي هو حروف الجر وباقي الجملة الآيان كان بقى اللي هنشوفه يعني في باقي الجملة طيب نخش على الصورة اللي بعدها ده تطبيق بسيط قوي لشكل الجملة جبت لك الجملة وفصصناها بقى واحدة واحدة تمام my brother studies English at school أخويا بيدرس English في المدرسة أو my brother ده الـ subject studies ده الـ verb English ده الـ object أت ده الـ preposition باقي الجملة اللي هي school she's watching an amazing movie on TV هي بتشوف فيلم حلو على التلفزيون subject والـ verb adjective اللي هي أن amazing يعني هاي الـ object preposition وباقي الجملة اخر حاجة عندي أحمد plays football at 7 o'clock أحمد ده الـ subject بتاعي plays ده الـ verb football ده الـ object add ده الـ preposition 7 o'clock هي باقي الجملة شكرا جدا كنت معاكم Mr. Mark Riad مدرس اللغة الإنجليزية في برنامج full mark هاستنى كل رسائلكم كل التواصل هتتواصلوا معايا بيه أيا كان بقى على الواتساب على الفيسبوك أيا كان هاستنى كل اتصالاتكم كل مسجاتكم هرد عليها ولو هحتاجين أي حاجة أنا موجود الأرقام نزلت على الشاشة هاكون مبسوك جدا أنا هتواصل مع حضراتكم شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا في حلقة جديدة صباحكم full شكرا جدا